مدام كاميليا. صباحا نور يا دكتور. لو سمحت يا دكتور انا كان عندي سؤال انا اديلي متجاوزة اديلي اربع سنين واما خاصلش الحامل. كويس. فتنصحني باي اه. عملت اي تحليل يا فضل? لا ما عملتش تحليل. ولا زور حضرتك عمل تحليل? دكتور جال لي ما عندكش تكايفتات على المبايد ولا والدورة منتزمة. ولا زور حيك عمل تحليل? لأ عمل. بس التحليلات كويسة. الحركة كويسة و وعدد الحيوانات المنوية كويسة. عند حادثك كم سنة? آآ تمانية وعشرين. وزوجك? يعني في الاربعينات. طب هو سبق ليه اللي نجاب قبل كده? لا. لا سبق شين ليه. هورد على حضرتك تحت عمل. طبعا احنا من حاجات المهمة قوي دايما بتعمل بيننا وما بين المرضى نقطة خلافة وكل الناس متخيلة ان كل المراكز الاطفال النبيب بتبقى او الحقن المجهري بتبقى متجهة بفكرها انها ان كل اهم حاجة في علاج السيدات كلهم. كلهم هيعملوا حقن مجهري. كلهم هيعملوا اطفال النبيب. فقد يكون متخيلين ان انت دايما ميندد او دايما مخك متجه نحو فكة الحقن المجهري. ولكن النقطة المهمة قوي ان تحليل الزوج لابد ان يعمل ان يتعامل في مناء اماكن حقن المجهري لان دايما اللي بيعمل التحليل هو دكتور المعمل اللي هو مسؤول عن تعامل مع الحيوان المنوي داخل المعمل وداخل عملية التلقيح والحقن واطفال النبيب. فهو اقدر واحد على انه يقدر يحدد قابلية هذا الحيوان المنوي على الاخصاب وسرعيته. فدايما بيبقى نظرة دكتور او نظرة تحليل حقن السائل المنوي للنسبة للزوج في السنتر الأطفال النبيب بتبقى بتبقى مختلفة عن المعامل العداية. فدايما بننصح آآ مرضانا انه لازم نعمل التحليل دي في مكان متخصص للحقن المجهري والخصوبة عشان هو الاكتر واحد هيقول لي تحليل ده فيه مشكلة ولا اه مش في المعامل العداية. فاول حاجة لابد ان احنا نعيد تحليل الزوج في مكان متخصص. طبعا انت يا حضرك عندنا آآآ قصة بالنحية تين قصة انا بقى لحقك اربع سنين ودي فترة فترة طويلة ادي ما حصلش حامل لحد دلوقتي واحنا محتاجين نحنا ناخد خطوات لان عايزين نلحق حضرتك وانت في سنك تمانية عشرين لكن في نفس الوقت انا معايا سن حضرتك مساعدني ان انا لحد كبير اشتغل وانا هادي لان انا سن حضرتك مساعدني لانه سن صغير. طبعا احنا لازم نبتدي بالحاجات الروتينية اللي لازم تتعامل لأي سيدة عندها تأخر انجاب. اول حاجة لابد من اجراء آآ التحاليل الهورمونز وكلها وزي ما قلنا دايما بنعملها في اليوم التاني او في التالت آآ ودايما بتتاخل كلها لقطة واحدة كلها مع بعض في معمل كويس وده مهم جدا. من الحاجات اللي لو كل حاجة عندي طبيعية ومش تايف مش تايف سبب ليه سبب انت سيدة دي ما بتحملش ليه طبعا من الحاجات اللي لازم نحطها دعتي في البروفايل بتاعنا الاكسام المضادة واللوبس وآآ حاجة اسمه الانتيفوس وليبس سندروم لازم الحاجات دي كلها نحطها في البروفايل بتاعنا بالذات في السيدات اللي مش تلاقي سبب هم ليه ما بيحملوش يعني بنسميهم ان اكسبليند دول جزء كبير منهم بقى بتشخص انها اسباب مناعية وهي المسؤولة عن تأخر هذا الانجاب تأخر الانجاب فبالتالي من الجزء ده مهم قوي لازم نزوده في مجموعة التحييل الخاصة بتاعنا اه الشعب السابقة قد نحتاجها من الاول وفي ناس بتفضل نتأخرها شوية لكن في مقود اربع سنين زواج لا احنا محتاجين ان احنا نعملها على طول دي تتعامل دايما نقولنا مع بعض الفيريد على طول بعد استدادات مهم قوي ان ما فيش اي علاقة من اول يوم نزول دورة لغاية ما نعملها ما في لازم ناخد نعملها اندر كافرج وانتيبيواتيك يعني لازم اديها انتيبيواتيك او مضاد حوائية بنوع كويس وكمية كويسة قبل ما نعملها عشان ما يبقاش في مسئول ان في اي ميكروب او اي حاجة قد تؤثر على اه على الاغنبيب في المستقبل او يخص ميكروب لقدر الله مع اه مشاعب السابقة بعد ما نلم الورق بتاعنا كله بنحتاج نقعد مع بعض ونشوف الطريق هنمشي ازاي هنعمل حقن مجهري على طول هنمشي تنشيط الاول هنمشي تنشيط وتلقيها حسب الورق بتاعنا مفيش اه بطرون يعني يعمل فستان لكل السيدات لا احنا محتاجين نفصل البطرون الخاص بكل ست وكل ست بيبقى ليها الطريق اللي بتمشي فيه على اساسه بنقدر نحنحدد دي هنعمل ايه وخطواتنا نعمل ايه لكن مهم اوي هو دايما بنقول ترتيب الاوراق اللي في الاول عشان ابقى عارف انا هعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة ومن الحاجات اللي محبها انا شخصيا بحبها ان انا اشرك عينيني في الخطوات وان احنا نبقى عارفين ان احنا الخطوة اللي جاية هنعمل كزا واللي بعدها هنعمل كزا وفيه لحظات فارقة بيبقى الاختيار ممكن يكون اختيار بالمشاركة بيننا وما بين المرضى اذا كان الخطوة اللي جاية تكون هنعمل حقن مسلا لطول ولا نبتدي تلقيه وبعدين لو ما حصلش حاملة من اعمل حقن وفيه اوقات بيبقى القرار خاطع من الطبيب هو محتاج يعمل ايه